اشتركوا في القناة ازاي دي النيه الطويل او دهوت بيقدر يدخل او بيستقر داخل منطقة نووية صغيرة جدا في كل من اوليات وحقيقيات النواة زي ما احنا هنشوف بعد شوية كده في موضوع التكاسف اول حاجة نبدأ بادي النيه في اوليات النواة العلماء جم على كائن من اوليات النواة واحنا قلنا قبل كده كائن من اوليات النواة ده معناه ان المادة الورصية فيه لا تحاط بغلاف نووي او لا تحاط بغشاء نووي وما الموجودة فين بتبقى المادة الورصية بتاعته موجودة حرة في السيتو بلازم موجودة حرة فين في السيتو بلازم يعني مش عليها من برة غشاء نووي هي موجودة كده في السيتو بلازم طيب فجم العلماء عملوا دراسة خاصة على الدي النيه اللي هو موجود فيه بكتيريا اسمها بكتيريا اشيريشيا قولاي بكتيريا اشيريشيا قولاي دي البكتيريا دي من الكائنات اولية النواة يعني لا تحاط فيها المادة الورصية بغشاء نووي وطول الدي النيه اللي موجود فيها لو تم فرده هيوصل طوله لواحد واربعة من عشرة ملي متر طوله هيبه واحد من عشرة ملي متر طيب ده طول الدي النيه بينما البكتيريا ذات نفسها طولها حوالي اتنين مايكرون طولها كما جماعة اتنين مايكرون طبعا الاتنين مايكرون حجم صغير جدا والدي النيه واحد واربعة من عشرة ملي متر ده حجم كبير جدا ازاي بقى هنعرف نقوم بادخال الدي ان ايه ده هو اللي هو حجمه اكبر من حجم البكتيريا نفسيها وجوه البكتيريا وجدوا ان هو بيحصل له تكاسف يعني تكاسف يا جماعي يعني بينضغط على بعضه بحيث انه يحتل منطقة تقدر به واحد من عشرة من حجم الخلية نفسها واحد من عشرة منها جماعة حجم الخلية يبقى عندنا الخلية ذات نفسيها اه اتنين اه مايكرون ده حجم الخلية ذات نفسيها اتنين مايكرون دي ان ايه حجمه واحد واربعة من عشرة مليمتر ازاي بقى نكون بادخال الحجم ده داخل مين داخل الخليجة البكتيرية دي فالعلماء قالوا ايه ان دي انه دهوت بيلتف حول نفسه يعني بيحصل له تكاسف بحيث في النهاية خالص يقدر يحتل منطقة صغيرة جدا قدرها واحد من عشرة من حجم الخليجة البكتيرية اللي هي اشريشيا كولاي ازاي وجدوا ان دي انه دهوت بيلتف حول نفسه عدة مرات ليصل الى ايه الحجم اللي هو واحد من العشرة من حجم ايه يا جماعة الخليجة طيب وجدوا برضو ان دي انه ايه في اوليات النواة بس زي ما احنا قلنا قبل كده بيلتف حول نفسه ده زي اي دي انه ايه بس بيبقى ملتصق النهايتين مع بعض يعني هم مشاريتين اه بس بيبقى من قدام ومن وراء ملتصق يعني من بدايته بيبقى ملتصق مع بعض وزيد الوضع دي كده يا جماعة اذا الشرط الاول والشرط التاني بيبقى ملتصقين كده مع بعض طيب وفي نهايته نفس الكلام برضو بيبقوا ايه ملتصقين مع بعض والخطوة اللي بعد كده ان اصلا الدي انه بتاع اوليات النواة بيبقى متصل بجزء معين في سيتو بلازم اه الخلية بتاعته يبقى بيبقى ملتحم مع بعض من الطرفين وملتحم ايضا مع مين مع سيتو بلازم مع الغشاء البلازمي بتاع الخلية زي ما احنا قلنا قبل كده اسناء تضاعف الدي ان ايه قلنا ان دي ان ايه لما بيتضاعف داخل الخلايا بتاعت اوليات النواة لازم الاول يلتصق بمين بجزء معين في الغشاء البلازمي وما عنده بيبدأ ايه اتضاعف لذلك الدي ان ايه بيلتفى حول نفسه وزي ما احنا عارفين بيتصل بالغشاء البلازمي او بيلتصق بالغشاء البلازمي او بيتحد مع الغشاء البلازمي في نقطة او اكثر عندها طبعا زي ما احنا اخذنا قبل كده بيبدأ عندها تضاعف بتاع الدي ان ايه تمام اه وجدوا برضو ان بعض البكتيريا بها اه جزئ او اكثر من جزئات الدي ان ايه الدائرية الصغيرة اسمها ايه بقى الجزئئات دي يا جماعة اسمها بلازمدات بلازمدات عبارة عن جزئئات دائرية صغيرة من الدي ان ايه جزئئات صغيرة من الدي ان ايه بس اركزوا واقف اللي انا اقولوا دهوت لا تتعقد بوجود البروتين معها يعني ما فيهاش بروتين الدي ان ايه علشان يلتف ويصغر حجمه محتاج بروتين طيب ده دي ان ايه العادي اما وجدوا في اوليات النواة موجود فيها دي ان ايه برضو بس لا يتعقد بوجود البروتين اللي هو مين يا جماعة اسمه بلازمدات والسؤال دهوت من الاسئلة الاساسية في الامتحان يبقى لما يجي يقولك يعني ايه بلازمدات تقوله هي جزئئات دائرية صغيرة من الدي ان ايه لا تتعقد بوجود البروتين معها يعني يا جماعة يعني لا تتحد مع البروتين بيبقى دي ان ايه خالص يعني دي النيه ما فيهوش اي حاجة تانية دي النيه بس عشان كده قالوا ايه لا يتعقد بوجود البروتين يعني البروتين مش بيدخل معاه عشان يكون الجزء الدائري ده يبه هي بتبقى مدورة عاملة زي الباليا كده تمام كده بس ما فيهاش ايه اي بروتين بتبقى دي النيه فقط طيب بعد ذلك زي ما احنا قلنا من شوية دلوقتي ان دي النيه دوت او البلازمدات مش موجودة الا فين الا في اوليات النواة فالعلماء قالوا ايه محنا ممكن نستخدم البلازمدات دي في الهندسة الورصية ازاي بقى جماعة هنقود ان شاء الله فيه الجزء التاني من البيولوجيا الجزائية عاملة اللي هو اري ايه وتخلقي البروتين اللي احنا عندنا شيء مهم جدا وهو ان العلماء استخدموا البلازمدات دي في الهندسة الورصية يعني بيقوموا ادخじ خلية هي بكتيرية وجبنا بلازمدات البلازميد ده بيخش جوه الخلية البكتيرية الخلية البكتيرية lithium بتاعها بتضاعف فيتضاعف معا مين البلازميد اللي احنا دخلناه جوه الخلية البكتيرية وده ان شاء الله في الجزء التاني اللي هو ارء ان هي وتخليق البروتين والهندسة الوراسية هناخد فيه الجزء ده بتفصيل مش تنسوا البلازميدات سواء الاساسي في الامتحان طيب يبقى احنا قلنا من شوية ان البلازميدات مش موجودة الا فين في الكائنات اللي هي تبع اوليات النواة صح طيب نيجي بقى لبعد كده العلماء لقوا حاجة اقربها شوية يا جماعة وجدوا ان احنا عندنا احنا كحركة النواة اللي هو الانسان والحيوان والنباتات وجدوا اللي احنا في جسمنا بيتوكندريا كبشر مسلا وجدوا البلازميدات موجودة في النبات طب ايه المشكلة المشكلة اللي هم لما جم حللوها وجدوا ان البيتوكندريا والبلازميدات الخضراء موجود فيها جزيئات من دي ان ايه بتشبه الموجودة فين في اوليات النواة تشبه الموجودة فين يا جماعة المفروض المفروض يعني أنا من حقيقات النواة يبقى أي حاجة في جسمي حقيقات النواة لكن لما يلاقوا حاجة في جسمي اديق النهل اللي فيها زي الموجود في أوليات النواة إذن العلماء اعتبروا أن البلاستيدا الخضراء والميتوكوندريا عبارة عن أوليات نواة تطفلت على مين على حقيقات النواة يعني إيه إحنا جسمنا فيه دم وفيه لينف وكرة الدم حمرة وكرة الدم بيضة والكلام اللي اعرفينه ده كله لكن لما يلاقوا بالهاريسيا جوه دم الإنسان هي مش البالهاريسيا دي حاجة مش تبعي حاجة بتطفل علي نسموها إيه جماعة متطفلة نفس الكلام المفروض جسم كله حقيق النواة يبقى أي عضي داخل جسمي يبقى حقيق النواة إذن لما يجي يكشفه عن الميتوكوندريا ويلاقي الدينيه اللي فيها يشبه الموجود في أوليات النواة يعني حاجة مش تبعي يبقى الحاجة دي متطفلة على مين على الإنسان نفس الكلام لما يجي حلاله جسم النبات ويلاقي البلاستيدة اللي جواه نفس الكلام برضو الدينيه اللي موجود فيها يشبه اللي هو موجود فين في أوليات النواة يبقى أنت بقى متطفلة على مين على النبات يبقى لما يجي يقول لك علل اعتبر العلماء أن الميتوكوندريا والبلاستيدة الخضراء المتطفلة على الكائنات حقيقية النواة تقوله وذلك لأنهم وجدوا أن الدينيه الموجود بها يشبه الموجود فين في أوليات النواة طيب حاجة تانية بقى اديني مثال لكائن من حقيقية النواة تمام كده وبيحتوي على باللازمدات هو مثال واحد يا جماعة اللي هو مين فطر الخميرة وده بييجي أكمل بصورة مستفزة زي بيقول يعني يعني الحاجة دي بيسموها يعني بتيجي على طول في الامتحان اللي هو مين يا جماعة فطر الخميرة ده هوت ييجي يقول لك في الامتحان كائن من حقيقية النواة بيحتوي على باللازمدات يبقى هو مين فطر الخميرة فطر الخميرة بيحتوي على باللازمدات طيب وخلي بقى يا جماعة ونقول تاني ان البلازمدات دي مش داخل في تركيبها مين البروتين هي DNA فقط DNA بس طيب نكمل نيجي كده خلصنا الـ DNA في أوليات النواة ندخل بقى على مين يا جماعة الـ DNA في حقيقية النواة احنا قلنا من شوية ان الـ DNA في أوليات النواة في أوليات النواة اللي هو الـ DNA اللي هو المادة الوراثية لا يحاض بغلاف نووي بيبقى موجود حر في السيتو بلازم موجود حر فينا يا جماعة في السيتو بلازم الكلمة دي هنحتاجها مرة تانية في الـ RNA وتخليق البروتين والهندات الوراثية برضو ركزوا في الكلام ده طيب هنا بقى في حقيقية النواة زي الإنسان زي الحيوان زي النبات احنا من الكائنات حقيقية النواة يعني ايه حقيقية يا جماعة يعني المادة الوراثية بتاعتنا اللي هو الـ DNA محاط من الخارج بغلاف نووي او بغشاء نووي غلاف نووي او غشاء ايه يا جماعة نووي هما الاتنين واحد طيب الـ DNA في أوليات النواة لا يكون كروموسومات لا يكون ايه يا جماعة كروموسومات وفي نفس الوقت بيبقى ملتحم الطرفين الطرف العلوي الطرف السفلي بيبقى ملتحمين أما هنا بقى في حقيقية النواة بيكون الـ DNA على شكل صبغيات على شكل ايه يا جماعة صبغيات طيب الصبغي كل صبغي بيحتوي على جزء واحد فقط منين من الـ DNA يبقى كل صبغي اللي هو الكروموسوم يعني بيحتوي على جزء واحد بس من الـ DNA بيمتد من أحد طرفه إلى الطرف الآخر وبيكون هذا الـ DNA ملتف حول بروتينات هستونية وغير هستونية وفي الحالة دي بقى بيحصلوا تكاسف يعني بيبقى معقد بالبروتين فيصبح اسمه ايه يا جماعة اسمه كروماتين اسمه ايه يا جماعة كروماتين كروماتين ركزوا معي في حاجة مهمة دلوقتي أنا أقولها دلوقتي في فرق بين الكروماتين بالنون في الآخر والكروماتيد بالدال في الآخر الكروماتين اللي هو كل المادة الورصائية الموجودة في الخلية كل المادة الورصائية الموجودة فينا يا جماعة في الخلية وده بيكون موجود فين في داخل النواة تمام؟ تمام؟ ده قبل الانقسام بيكون على شكله كرومتين طيب أثناء الانقسام بيتفيرد بقى زي بيقولوا كده وبيتحول إلى تراكيب عصوية اسمها كروموسومات وكل كروموسوم بيبقى الوحده بيبقى عندنا في الخلية بتاعة الكائن الحي في الإنسان مثلاً 46 كروموسوم يبقى الكرومتين بيبقى حتة واحدة كده بيبقى حول بعضه خيوط مكسفة بشدة أثناء ده قبل الانقسام أما أثناء الانقسام بيتحول الكرومتين ده هو إلى أشكال عصوية اسمها كروموسومات كل واحد بيكون بعيد عن الثاني كل واحد بيكون بعيد عن الثاني طيب بعد ذلك احنا قلنا من شوية ان دي إني إيه بيلتف حول البروتين هستوني وغير هستوني وبيتكاسف عشان يكون الكرومتين صح؟ نيجي بقى دلوقتي لتكلم عن البروتين ده احنا عندنا نوعين من البروتينات اللي هي دخلة في تكاسف دي إني إيه الأولان اسمه بروتين هستوني والتاني اسمه بروتين غير هستوني وهنعرف بعد شوية وظيفة كل واحد فهم إيه بالظبط نبدأ الأول بالبروتين الهستوني والمقارنة يا جماعة بينهم مهمة لما يجي في الامتحان ويقول لك قارن بين البروتين الهستوني والبروتين غير الهستوني أو البروتين الهستوني والبروتين اللاهستوني هما الاتنين إيه؟ واحدة الغير هستوني هو اللاهستوني طيب نبدأ أول حاجة بالبروتين الهستوني ده وجدوا أنه يتواجد بكمية كبيرة جدا في كروماتين الخلية يتواجد بكمية كبيرة في كروماتين الخلية اللي هي موجود فين؟ في أنوية النباتات والحيوانات والإنسان طيب وخلي بلكوا بقى ده عبارة عن مجموعة محددة مجموعة محددة من البروتينات التركيبية هنلاحظ بعد إن شاء الله في الارئيين بعد كده اللي فيه عندنا بروتين تركيبي وبروتين تنظيمي بس لما نوصل لهم هنعرف ده أهميته إيه وده أهميته إيه يبقى عندنا البروتين الهستوني ده عبارة عن مجموعة من البروتينات التركيبية مجموعة محددة منين من البروتين التركيبي يعني يدخل في بناء تركيب محددة طيب عندنا برضو البروتين الهستوني ده يا جماعة بيحتوي على قدر كبير من حمضين أمينيين هما الحمضين دول أول واحد اسمه الأرجلين والتاني اسمه اللايسين والاتنين بيبقوا أحماض يعني لهم خواص قاعدية لهم خواص إيه يا جماعة؟ قاعدية ركزوا في حاجة دول أحماض أمينية ليهم خواص قاعدية اسمه إيه بقى الحمضين دول يا جماعة؟ الأرجلين والتاني اسمه إيه؟ اسمه اللايسين الاتنين دول يجي في الانتحان يقول لك علل البروتين الهستوني بيحتوي على كمية كبيرة من الحمضين الأمينيين القاعديني الارجينين والليسين تقول له وذلك لأن المجموعة الجانبية R اللي هي موجودة في البروتونات الهستونية دي بتحمل شو احنا مجابة شو احنا ايه يا جماعة؟ مجابة يعني مجموعة الار اللي هي الالكيل ازاي احنا شايفين قدامنا في التركيبة الكيميائية دي يا جماعة دي رسمة بتاعة الحمض الاميني خلنا فقولها سنوي وهنا اخدها تاني في الار ان هي بعد كده دي تركيبة الحمض الاميني المجموعة الجانبية R اللي هي متصلة بي زارة الكربون ديت بتكون موجبة الشحنة في الحمضين دول بس تبقى موجبة ايه يا جماعة؟ موجبة الشحنة طيب لذلك بتتحد هذه المجموعة R بكوة مع مجموعة الفوسفات السالبة اللي هي دخلة في تركيب مين؟ النيوكلتيدة بتاعة الDNA يبا لم يجي قولك علل توجد او يوجد الحمضين الامينيين الارجين والليسين بكيمية كبيرة في بروتين اللي هو دخلة في تركيب الDNA اللي هو البروتين الهسلوني تقول له ذلك لأن المجموعة الجانبية R اللي هي دخلة في تركيب الحمضين الامينين دول الارجين والليسين تكون موجبة الشحنة يعني الشحنة بتاعتها موجب طيب طالما هي موجب فهتتحد بقوة كبيرة جدا مع مجموعة الفوسفات السالبة اللي هي موجودة فين؟ في نيوكلتيدة بتاعة الDNA في النيوكلتيدة اللي هي خاصة به الDNA طيب لاحظ حاجة تانية يا جماعة ان البروتين الهسلوني ده بيصغر حجم الDNA عشر مرات كما يا جماعة عشر مرات بيصغر طول الDNA عشر مرات زي ما نعرف بعد شوية كده طيب نيجي بقى البلاتي للبروتين الغير هسلوني أو اللاهسلوني خلي بالكم دي بروتينات بتكون حامضية بتتواجد بكمية كبيرة جدا في النواة طيب بعضها بيرتبط بالDNA والبعض الاخر لا يرتبط بـDNA ودي بتكون بقى خلي بالكم احنا قلنا من شوية في الهسلونية مجموعة محددة من البروتينات الهيين التركيبية لا هنا بقى حاجة تانية مجموعة غير متجنسة من البروتينات التركيبية والبروتينات الهيين التنظيمية تركيبية وإيه تانية يا جماعة وتنظيمية خلي بالكم الحاجة بقى يجي قولك اهميتها ايه يعني اهمية البروتين اللي هو الغير هسلوني ده هو تقوله البروتين التركيبي له دور فيه التنظيم الفراغي لجوزي دي داخل النواة التنظيم الفراغي اللي هو الشكل يا جماعة تم كده يبقى البروتيني احنا قلنا للوقت الغير هسلوني البروتين تركيبي وتنظيمي التركيبي يدوره ايه بالزبط ده بيحدد الشكل الفراغي للد داخل النواة الشكل العام بتاعه داخل النواة طيب الحاجة التانية بقى عندنا البروتين التنظيمي ده بيحدد بإذا كانت الشفرة الوراثية اللي هي موجودة على DNA ستستخدم في بناء الRNA والبروتين والإنزيم ولا لا نقول تانية يا جماعة البروتين التركيبي بيخش في بناء تركيب معينة البروتين التنظيمي بينظم العامات الحيوية لحاجة معينة البروتين التركيبي لو موجود في اللي هي البروتين غير غير الهستونية ده وظيفته اللي هو بيحدد الشكل الفراغي للDNA داخل النواة شكله جوه النواة طيب أما البروتين التنظيمي ده بيحدد ما إذا كانت الشفرة هناخدها إن شاء الله في الRNA وتخليق البروتين اللي هي موجودة على الDNA هتستخدم في بناء الRNA ولا البروتينات ولا الإنزيمات ولا لا الكلام ده كله لسه تاني فين في الفصل التاني اللي هو خاص بالRNA وتخليق البروتين تمام كده يا جماعة طيب ولاحظوا حاجة تانية إن البروتين غير الهستوني بيصغر الDNA مئة ألف مرة مئة ألف مرة طيب نيجي بقى لي موضوع تكاسف الDNA التكاسف بتاع الDNA إزاي الDNA ده هو تحجبه بيصغر إزاي الDNA اللي هو طوله اتنين متر أو متر ونص ممكن نضغطه بحيث إنه يتم وضعه داخل النواة بتاع الحقيقيات النواة إزاي بيتم الكلام ده يا جماعة بس ينقول مقدمة كده صغيرة بنلاقيها كلنا في حياتنا العملية لو أنت روحت اشتريت مشترك عشان الكمبيوتر بيبقى المشترك عبارة عن إيه عبارة عن قطعة اللي هي البيضة الكبيرة دي اللي بتحطي فيها الفيش وعندها سلك طويل ممكن يوصل طوله لعشرة خمسة واشر متر طيب بتلاقيها عامل زي بقى وانتشار المشترك بيكون ملفوف حول مين يا جماعة حول الجزء الأبيض اللي هو بتحطي فيه الفيش ده بيكون ملفوف كده فلما يتلف كده بنحطه في الآخر في كيس صغير يبقى هم كله على بعضه السلك زي دي الجزء الأبيض كلهم هتطول مع بعض فينا يا جماعة في مكان كده اللي هو الكيس الصغير ده لكن لما تراوح بقى وتفتح الكيس وتطلع منه المشترك عشان توصل الكمبيوتر مثلا بتفك التفاف هذا السلك في إيه اللي بيحصل بيبقى حاجة طولة جدا كده من ده اللي بيحصل طيب نفس الكلام يا جماعة لو أنت بقى حبيت ترجع كل حاجة زي ما كانت تاني هتعمل ايه هتمسك السلك تلفه حوالين مين المشترك زي نفسه وبكده هيبى الحجم في الآخر تقريبا إلى حد الماء زي مين يا جماعة زي حجم الجزء الأبض اللي بيه في النص ده وممكن تحط تاني فين جوه الكيس نفس الكلام يا جماعة العلماء وجدوا لو إحنا إحنا مثلا كبشر عندنا بدي اسمنا 46 كروموسوم 46 كروموسوم لو إحنا خدنا دي إني إيه اللي موجود في الكروموسومات ده يا جماعة ووصلنا يبقى ده الكروموسوم الأولاني خدنا منه دي إني إيه ولكن ده دي إني إيه ده الكروموسوم التاني طلعنا منه دي إني إيه حطينا دي إني إيه بتاع الكروموسوم ده والد إني إيه اللي في الكروموسوم ده واللي بعده واللي بعده واللي بعده 46 كروموسوم هنلاقي الطول بتاع الدي إني إيه بيوصل كما يا جماعة اتنين متر اتنين متر دول رقم كبير جدا رقم كبير جدا طيب ما احنا عندنا اصلا الخلية ذات نفسها بيبقى طولها او قطرها من اتنين لتناتها ميكرون يعني حاجة اكي انك جبت نملة حطتها جنب فيل طيب زي هنداخل الفيل ده جوه النملة فمش ينفع فالعلماء وجدوا ايه بقى وجدوا ان دي انه دهوت بيلتف حول بروتينات هستونية وغير هستونية فلما يلتف حولهم حجمه بيصغر او طوله بيصغر وبالتالي بيتم وضعه داخل الخلية اللي هي ايه اتنين الى ثلاثة ايه يا جماعة ميكرون تم كده طيب هنعرف بقى زي دلوقتي الاثنين متر دول بيبقوا في الاخر عبارة عن اثنين ميكرون او ثلاثة ميكرون يعني حاجة صغيرة جدا 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 والحاجة ده جماعة مهمة طيب ازاي بقى بيتم التكاسف بتاعة الدي انه ايه اللي هو ضم وربط وضغط الدي انه ده يا جماعة وجده ازاي ايه اللي بيحصل اول خطوة عندنا الدي انه ايه بيلتف حول بروتين اسمه بروتين هستوني اسمه يا جماعة بروتين هستوني طيب البروتين الهستوني ده ها جماعة لما دي انه الطويل ده ها بيلتف حول ايه بيكون حلقات اسمها نيوكلوسومات اسمها يا جماعة نيوكلوسومات لم ييجي يقولك حلقات حلقات على الصبعي حلقات على الصبعي تتكون من الالتفاف الDNA حول البروتين الهستوني تسمى نقط يبقى تقوله النقط دي يا جماعة النيوكليوسومات اسمها النيوكليوسومات انطقها كده قطع مش هتراف تجمعها يبقى اسمها ايه النيوكليوسومات طيب النيوكليوسومات دي بتقدي الى تقصير الDNA عشر مرات فاكرين من شوية وحنا كنا بنقول ان البروتين الهستوني بيصغر الDNA عشر مرات اهو ده يبقى لما ييجي النيوكليوسومات يلتف حول البروتين الهستوني بيتكون حاجة اسمها نيوكليوسومات عبارة عن DNNA زائد برووتين الهستوني فده بتصغر حجم الDNA عشر مرات طيب احنا صغرناه عشر مرات تاهم كده برضو مش يرفع يخش فين جوه الخلية الخطوة التانية ولياكل مثلا ايدي نيوكليوسومة هي ودي التانية هي بين عن بعض فيه بدأ دي انه يلف مرة تانية حولين نفسه بحيث برضو ان ايه المسافة تصغر برضو وجدوا ان كده برضو مش يرفع يخش فين جوه الخلية الخطوة التالتة بقى والمهمة جدا بقى ان تيجي حلقات النيوكليوسومات الحلقة ودي التانية تاهم كده بتلتف حول البروتين غير هستوني غير ايه يا جماعة غير هستوني تاهم كده فبيصغر طولها مئة الف مرة مئة الف مرة وطبعا لما بتكون بالشكل المكسف او المعقد ده يعني مئة الف مرة ده حاجة صغار جدا تمام طيب فبتكون معقدة بصورة عالية جدا وبتكون مضغوطة جدا والنتيجة بيتكون حاجة اسمها ايه يا جماعة كروماتين مكسف كروماتين ايه يا جماعة مكسف يبقى الاول نقول تاني الدين ايه زائد بروتين هستوني هيتكون مين ها نيوكليوسومات النيوكليوسومات دي بتصغر طول دي ايه عشا مرات فتيجي النيوكليوسومات دي تلتف تاني حول يعني ايه جمع بعضها كده فبتصغر دي ايه شوية كمان بس برضو مش ينفع الحل ايه بقى ان هي تلتف حول حاجة تانية اقوى شوية هي بقى اقوى حاجة عندنا اللي هي البروتين الغير هستوني فلما تلتف حولين البروتين الغير هستوني بيضغطها بشدة فبيضغر طولها مئة الف مرة فلما تنضغط بهذه الشدة بيبقى اسمها ايه يا جماعة الكروماتين المكسف الكروماتين هون يا جماعة المكسف وبكده بيضغر دي ايه مئة الف مرة وبذلك يا جماعة بيقدر ندخلوا جوه نواة الخلية جوه مين يا جماعة نواة الخلية طيب لو احنا عاوزين نعمل تضاعف لل دي ايه تضاعف لل دي ايه هل هل دلوقتي لو احنا جبنا مثلا ملاية سرير الملاية عقدناها عقدة وبعد ما عقدناها عقدة تانية فوق الاولانية وكده عملنا التالتة والربعة والخمسة والستة والعشرة والمية وجينا حطناها في المية وطلعناها وفردنا العقد دي كلها كده يا جماعة هل العقدة الاصلية اللي كانت جوه هيوصل لها المية طبعا لا طيب نفس الكلام بيحصل فيه دي ايه طول ما هو كروماتين مكسف ما بتصغر طوله مئة الف مرة يستحيل يتم التضاعف بتاعه لان الانزيمات اصلا ما بتعرفش توصل لفين للعقدة الداخلية بتاعت دي ايه بتاعت النيوكلسومات اللي جوه دي طيب الحل ايه يا جماعة الحل ان دي ايه ينفك ينفك يرجع تاني من الكروماتين المكسف الى شريط من النيوكلسومات اللي هي الخطوة الاولى اللي احنا نتكلمنا عنها اول ما يوصل دي ايه لهذا الحجم تبدأ الانزيمات بقى تشتغل تبدأ الانزيمات يا جماعة تشتغل يبقى لابد من انفكاك اللي هو اللي هو الكروماتين المكسف ده الى مستوى شريط واحد فقط من النيوكلسومات حتى تتمكن الانزيمات منين يا جماعة من التضاعف او حتى اصلاح العيوب اللي هي انزيمات الرابط اللي احنا خدناها قبل كده والجزء مهم جدا بتاع انزيمات الرابط ده يا جماعة تمام كده؟ طيب قدامنا الصورة يا جماعة عندنا دي انيه ملتفى حوله بروتين هستوني وبروتين غير هستوني نيجي لجزء جديد برضو اللي هو المحتوى الجيني او ما يسمى باسم الجينوم البشري المحتوى الجيني يا جماعة او الجينوم البشري وده ان شاء الله تاني برضو عانى هيبقى نقضى مرة تانية بس باسلوب الى حد ما مفصل شوية في الجزء التاني من اللي هو جزء التاع ر انيه وتخليق البروتين في الجزء الاخير في الهندسة البروسية لانه مهم جدا يعني طيب تركيب المحتوى الجيني يا جماعة يعني ايه اصلا محتوى جيني اللي هو اصلا اسمه الجينوم البشري وجدوا ان الجينوم البشري او المحتوى الجيني هو عبارة عن كل الجينات وبالتالي كل دي اني ايه اللي هو موجود في الخلية لان دي اني ايه اصلا عبارة عن جينات جين مع جين مع جين في الاخر يكون من يا جماعة DNA برضو هنأخذ الحاجة دي بالتفصيل في الفاصل تاني طيب العلماء أثناء أبحاثهم باستخدام الميكولسكوب الالكتروني وبرضو مجموعة بالأبحاث اللي عملوها في موضوع البيولوجيا الجزائية تمام؟ تمكنوا من تحديد تتابع النيوكلتدات في جزائيات كل من الDNA والRNA تحديد يا جماعة التتابع ده اللي هو الشفرة الورصية الشفرة الورصية فهم عرفوا التتابعات بتاعت كل شفرة موجودة على الDNA أو الRNA زي ما هنأعرف بعد كده كل تتابع عبارة عن ثلاث نيوكلتدات اللي هما بيمثاله إياه جماعة بيمثاله شفرة بالتفصيل إن شاء الله بعد كده برضو وبقوا بكده قدروا يعرفوا الوصف الضقيق لترتيب كل جين داخل جزئ دي النيه لإن الجين يا جباعة عبارة عن كام عبارة عن ثلاث نيوكلتدات اللي هي شفرة يعني إن شاء الله لما نوصل لها بإذن الله طيب نيجي بعد وقت نشوف المحتوى الجيني اللي هو موجود في أوليات النواة والمحتوى الجيني اللي هو موجود في حقيقية النواة في أوليات النواة وجدوا إن الجينات هي المسؤولة عن بناء مين كل الجينات الموجودة في أوليات النواة مسؤولة عن بناء RNA والبروتينات عن بناء مين يا جماعة RNA والبروتينات يعني الجينات دي اللي هي موجودة في أوليات النواة بتحمل الشفرة المسؤولة عن بناء مين RNA والبروتينات خلي بالك يا جماعة معظم أو كل جينات بتحمل الشفارات دي هنعرف لي دلوقت طيب في حقوقات النواة بقى بتحصل حاجة جريبة شوية وجدوا إن أقل من 70% أقل من 70% من الجينات اللي هي موجودة في حقوقات النواة بتحمل شفرة بناء RNA والبروتين بتحمل الشفرة الشفرة دي يا جماعة بعد كده هتترجم مكان في الآخر تكون لنا مين البروتين أو تكون مين يا جماعة RNA ده ما نعرف بعد كده بالتفصيل بإذن الله بعد كده ما سيقيا ما نستعجلش معنى ذلك اللي فيه عندنا أكبر من 30% من أو أكثر من 30% من الجينات غير معلومة إيه الوظيفة ركز معي تاني في الحياة دي هنا عندنا جينات 100% 100% كل جينات على بعضها يا جماعة 100% منهم 70% أقل من 70% خلي بالك من الكلمة أقل من 70% بيحملوا شفرة بناء البروتين والRNA أقل من 70% ده معناه أن الباقي اللي هو أكثر أو أكثر من 30% اللي هي تحمل شفرة اللي هي تحمل إيه يا جماعة شفرة والحاجات دي مهمة أنا أعرفها لي دلوقتي طيب الجينات دي بقى اللي هي موجودة سواء في أوليات النواة أو حقيقات النواة إيه أهميتها بزرط؟ وجدوا إن هي بتحمل تعليمات الخاصة ببناء المركبات البروتينية اللي هو البروتين اللي هو بينظم جسمنا طبعا طيب الحاجة التانية بعضها بيحمل تتابع النيوكلوتيدات تمام كده؟ تعليمات اللي هي بتخش في تركيب RNA الريبوسومي هناخد إن شاء الله RNA الريبوسومي ده أحد أنواع الحمل النووي RNA دوار ريبوسي RRNA اللي هو الريبوسومي تمام كده؟ اللي هو أصلاً بدخل في تركيب الريبوسوميات يبنقول تانية جماعة بتحمل تعليمات لتتابع النيوكلوتيدات فين؟ في ال RNA الريبوسومي إيه هو بقى ال RNA الريبوسومي ده هوت؟ اللي هو RRNA ايه. ده احد انواع ار ايه. اه اللي هو موجودة في الخلية. وده بيدخل في بناء الريبوسومات. الريبوسومات زي ما انا هنعرف بعد كده. اللي هي مسؤولة عن اه موضوع تخليق البروتين ده. او دخلة فيه تخليق البروتين. طيب. هو ايضا بيحمل تتابعات اللي هو مسؤولة عن بناء امين او ار اي اي اه اه الناكل اللي هو اه ترانسبورت اللي هو تي ار اي اي. طيب. اللي هو بيحمل الاحماض الامينية. اه المسؤولة عن ايه? بناء البروتين. بص يا جماعة. ال ار ار اي 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 ده بيدخل في بناء الريبوسومات. طيب. ال تي ار اي 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 بيحمل الاحماض الامينية اثناء تخليق البروتين. اثناء تخليق البروتين. دي خطوة معقدة كده. ان شاء الله لما نوصل لها في ال ار اي 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 اي. هنفهمها اه بمنتهى الدكة ومنتهى السهولة ان شاء الله. بس يركز بس في الجزء لها مش راحة دلوقتي. تمام? وجدوا برضو اللي إحنا عندنا بعض التتابعات من ان ي semaine موجودة على دي اي 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 بيتمسل اشارة اللي بيبدأ عندها بناء ار اي 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 الرسول اللي هو الا ار اي اي طيب. ودي برضو زي ما احنا عارفين او هنعرف بعد كده اللي هي اا مناطق مهمة جدا لبناء البروتين. هنا عندنا ار اي 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 اه تلاتة. اول نوع اسمه اما ار اي اي اي. والتاني ار ار اي 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 اه والتاني اسمه يا جماعة TRNA المRNA هنعرى بعد كده اللي هو بياخد شفرة بناء البروتين من على DNA ويطلحها بره عند السيتوبلازم فييجي بعد كده الرNA اللي هو الريبوسومي ده بيكون الريبوسومات اللي هي قطعتين كبرى وسغرى طيب دول بيروحوا مع بعض بره فتبدأ موضوع تخليق البروتين بس هنا يتخلق البروتين بيجي TRNA اللي هو ركب المتالي ده هو بيجيب اللي هي الأحماض الأمينية حتى يبدأ يخلق مين البروتين فخطوة إلى حد ما معقدة هنعرفها إن شاء الله في الفصل التاني بإذن الله طيب العلماء وجدوا أو تعرفوا على أجزاء بتاع الDNA اللي احنا قلنا عليها من شوية التي لا تحمل شفرة احنا قلنا حوالي أو أصغر من 70% أو أقل من 70% بتحمل شفرة دناء البروتين والRNA أكبر من 30% لها تحمل شفرة مين أو لا تحمل شفرة أصلاً فالقلماء بقى قال لك إيه إن أجزاء بتاع الDNA التي لها تحمل شفرة دي ما بتدخلش في بناء الRNA أو البروتين تمام؟ أمه الأهمية إيه وجدوا إن هي بتحمل على إيه احتفاظ الصبغيات بتركيبها إزاي يا جماعة؟ إنت عندك ألم اللي هو بتبيع الصبورة ده عليه من فوق لبيسة أو الغطة زي ما تسموه لو إحنا محطنوش اللبيسة أو الغطة إيه اللي يحصل للحبر بالسلام؟ تجي تكتب على الصبورة ما تلاقيش أي حاجة فإحنا بنحط ليه بقى الغطة ده عشان إيه؟ يعمل على احتفاظ الألم بالحبر اللي فيه نفس الكلام اللي علماء قالوا إن أجزاء بتاعت دي إن هي هدهيات التي اللي هتحمل شفرة وظيفتها اللي هي بتعمل على احتفاظ الصبغيات بتركيبها الصبغي بل ليه طرفين علو وسفلي هي موجودة في العلو وسفلي ليه؟ عشان تتعمل على الاحتفاظ هذا الصبغ بإيه؟ بالتركيب بتاعه طيب نكمل ناخد بعد الوقت إيه معها إحنا الطبيعي الطبيعي إن كل جين في الخلية موجود بنسخة واحدة موجود بإيه؟ بنسخة واحدة طيب بس وجدوا بقى اللي احنا عندنا بعض الجينات اللي هي مسؤولة عن بناء الريبوسومات أو R-N هي ريبوسومي والبروتينات الهستونية موجودة بكمية كبيرة جدا ليه موجودة جماعة عشمعنا اللي تتنقول بزياتها جماعة R-N هي الريبوسومي والهستونات لأنهم وجدوا إن الخلية بتحتاجهم بكمية كبيرة جدا جدا من أجل إنتاج الريبوسومات والهستونات من أجل الانتاج مين يا جماعة؟ الريبوسومات والهستونات يبقى إذن كل جين في الخلية موجود بإيه؟ بنسخة واحدة معدى الجينات اللي هي مسؤولة عن بناء R-N-H الريبوسومي والهستونات وذلك لأن وجود هذه الجينات بكمية كبيرة يؤدي إلى انتاج كمية ضخمة جداً منين من البروتيات الهستونية وأيضاً من والريبوسومات طيب وطبعاً موجودة بالمئات ركز بقى في الحاتة اللي جاية دي في عندنا زبابة اسمها زبابة الفاكهة أو الدروسوفيلا زبابة الفاكهة جماعة ليه اسمها إيه؟ الدروسوفيلا دي وجدوا اللي علماء هم بيحللوا الديني بتاعها المحتوى الجين اللي عندها وجدوا حاجة غريبة شوية تتابع من النيوكلتدات بيكون قصير الرمز بتاعه A-G-A-E-G ركزوا معي إيه اللي هو الأدينين G الجوانين وبعدين أدينين وبعد كده أدينين وبعد كده جوانين كام دوقتي النيوكلتد همت؟ خمسة خلي بالكم الإيه اللي هو الأدينين خلناها بكده في القعدة النيتروجينية الجي الجوانين نفس الكلام الإيه والإيه اللي هو برضه أدين وآدينين ثم الجي اللي هو برضه يا جماعة برضه تتابع من اللي هو برضه إيه قعدة نيتروجينية طيب وجدوا تتابعه ده يا جماعة بيتكرر مئة ألف مرة في منتصف سبغيات أحد منتصف أحد السبغيات يعني وحتى الآن مفيش حد عارف هو أهميته إيه بزبط لما يجي يقولك تتابعه قصير من النيوكلتدات بيتكرر مئة ألف مرة ويوجد في منتصف أحد السبغيات في أدروسوفيلا تقوله رمزه إيه يا جماعة رمزه اي جي اي اي جي أدينين جوانين أدينين أدينين جوانين ده بيتكرر مئة ألف مرة وطبعا ده لا يحمل شفرة وحتى الآن لو علماء مش عارفين هو أهميته إيه بزبط طيب لم يجي بقى في الامتحان ويقولك عمتا يعني أهميت أجزاء بتاعت دي إيه اللي هي لها تحمل شفرة العلماء وجدوا إن هي رقم واحد أو ليه أصلا هي موجودة يعني أهميتها هي موجودة لي يا جماعة وجدوا اللي احنا عندنا رقم واحد اللي هي بتعمل إيه بتعمل على احتفاظ السبغيات بتركيبها زي ما احنا قلنا من شوية الحاجة التانية وجدوا برضو إن كمية كبيرة من دي إن إيه في المحتوى الجيني لحقيقيات النواة لا يتمثل شفرة دي خلي بالكم الكلمة اللي أنا بقولها لا يتمثل إيه يا جماعة شفرة ليه يا جماعة وأجدوا إن كمية دي إن إيه ديت في المحتوى الجيني لأي كائن حي ليس له علاقة بمقدار تعقد الكائن أو كمية البروتين اللي بيكونها يبقى بل محتوى الجيني مثلا لو عندك المحتوى الجيني بتاعتك مليون مثلا واحد تاني المحتوى الجيني عنده مية بس إنت عندك مليون وهو عنده بيت ألف مثلا تعالى كمية هو عنده بيت ألف مش شرط اللي إنت عندك مليون إن إنت تكون معقد وبتطلع ببروتين أعلى منه لأ ده ما ممكن هو يطلع ببروتين أكتر منك لإن ممكن يكون عندك المحتوى الجيني بتاعك دهوت فيه كمية كبيرة جدا لها تحمل إيه شفرة بناء البروتين أصلا زي ما يا جماعة طيب إزاي يا جماعة عاوزين ناخد مثال على ذلك العلماء وجدوا اللي احنا عندنا حيوان اسمه حيوان سلاماندر الحيوان ده هو المحتوى الجيني اللي هو عنده بيساوي 30 ضعف المحتوى الجيني اللي هو موجود عند الإنسان على الرغم من ذلك لما وجم آسوا النسبة بتاعة البروتين اللي بيكونها الإنسان وجدوا إن الإنسان بيطلع ببروتين أكتر من السلاماندر ده طيب ليه بقى جماعة لأنهم لما حللوا المحتوى الجيني للسلاماندر وجدوا إن المحتوى الجيني للسلاماندر أغلبه لا يحمل شفرة بناء البروتيني لا يحمل إيه يا جماعة شفرة بناء البروتيني بلما يجي يقولك كمية دي إن إيه في الخلية أو المحتوى الجيني في خليات الكئن لا يعبر عن تعقده أو كمية البروتيني التي إيه يكونها تقولوا ذلك لأن حيوان السلاماندر دي إن إيه الموجود فيه أو المحتوى الجيني يعادل 30 مرة ضعف الدي ايه اللي هو موجود في الانسان على الرغم من ذلك بيعطي بروتين اقل من اللذي ايه يعطي الانسان او بينتك بروتين اقل من اللي بينتجه الانسان تمام كده لان اغلب المحتوى الجيني لسلماندر لا يحمل شفرة ايه بناء البروتين لا يحمل شفرة ايه جماعة بناء البروتين طيب وظيفة الدي ايه اللي هو لا يحمل شفرة احنا قلنا اعتقد انه بيعمل على احتفاظ الصبغيات بتركيبة زي ما احنا قلنا الموضوع اللي فوق ده واللي تحت. الحاجة تاني يا جماعة. العلماء قالوا ان هو ممكن يمثل شفرة او يمثل اشارة للمناطق اللي بيبدأ عندها بناء الامر اي اي اي. تمام كده يا جماعة الرسول. طبعا زي ما احنا قلنا من شوية. لو بيعمل ايه. اه مهم في بناء اه البروتينات. ازاي بقى. هنعرف بعد كده يا جماعة ان الامر اي 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 دهوت. وليكن ده الامر اي اي اي. وده اه الدي اي اي اي. وليكن مسلا الزرار ده. هو الشفرة. اللي هي اي اه. حنا اللي عمل شوية دي. بيبدأ عندها بناء مين? الدي اي اي. يبقى الانزيم اللي هو مسؤول عن بناء الامر اي اي. بيتحرك على طول الدي اي 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 اول ما يلاقي النقطة دي. اللي هي الشفرة. اللي بيبدأ عنده او المنطقة اللي بيبدأ عندها بناء الامر اي اي اي. يبدأ منها على طول تخليق مين? الامر اي اي. طب الجزء ده عبارة عن ايه? عبارة عن جزء اللي هيحمل شفرة فين? في اللي هو الـ DNA وده إن شاء الله برضو هنخدها بالتفصيل وهنشرح الـ DNA الـ RNA وتخليق البروتين وكده ننتهي من محاضرة النهاردة ونشكركم من كايرو دار اليوم السابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته